طب وين المشكلة مثلاً؟ طب وين المشكلة مثلاً؟ لو أنا لما أخلص قطعة هون بحضر خلاصة قطعة فصل أول بحضر خلاصة كل عشر دقائق يقولون بساعة في وقت مهذور استغله فلاحظوا الإنسان اللي ما بدرس حتفرض عليه جامعة حيفرض عليه تخصص حيتعود دائماً وأبداً إنه القرارات تملى عليه وهو بس ينفذ نفذ 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 أما طالب الكيس الفصل اللي بيعرف إنه أنا مطلوب مني شيء معين هذا هو بيختار دائماً وأبداً وتدخل في منظومة الوعد اللي وعدك يا رب العالمين إنا لا نضيع أجرى من أجسنا عمله يا الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال ياهل الخير إن شاء الله تمام الله يعطيكم صحة والعافية وجودكم مباركة إن شاء الله ماذا فعلتم في القطع السابقة وماذا فعلت بكم القطع السابقة بتحفظوا الكلمات ولا لا إذ شو ما تحفظ كلمات بترتاح أكثر الكلمات لازم تضل على مكتبك 24 ساعة كل ما تتعب شوي من أي مادة معي تتطل على الكلمات وتحفظهم تخصصك هيكون كله بالإنجليز لقدام شوي حتشوف شو مدى تأثير حفظك للكلمات على تخصصك بالجامعة وأحكي خالد ما حكى ردوا علي ردوا علي ردوا علي الآن يا محترمين يا أهل الخير ريحتوا شوي الله يريح بالكم إن شاء الله تعالى بنيجي الآن لقطعة سبيس سكولز اللي هو بارتول جزء الثاني فيها بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا ستعين هلأ بحكي لنا هون يا سادة يا كرام the subjects اللي هي يعني subjects اللي هي المقصود فيها المواد the subjects اللي هي المواد which are studied والتي تدرس which are studies والتي تدرس in studio schools في مدارس الفضاء are various various متنوعة مختلفة various متنوعة هلأ بيقول لك الطالب يا أخي أنا فاهم القطعة بس مش عارفة حل الأسئلة لأنك أنت مش حافظ شو معنى كلمة various ببساطة إذن متنوعة write two of them أكتب ثنتين منهم كثير مواد الآن أهم مادتين خليهم دايما في بالك أهم مادتين astronomy و astrophysics أكتبوهم دوروا عليهم astronomy و astrophysics هذول اللي هم أهم مادتين astronomy و astrophysics أهم مادتين طيب الآن studio schools receive many things مدارس الفضاء receive بمعنى تتلقى مدارس الفضاء receive تتلقى الآن many things العديد من الأشياء from private businesses يعني from private sectors اللي هي من القطاعات الخاصة من الشركات الخاصة طيب القطاع العام بالله عليكم شو معنى اكتبوه عندكم يلا القطاع العام الآن اللي هو اشي اسمه public الآن و public sector اللي هو سكتر القطاع العام اكتبوه عندكم هذا القطاع العام القطاع العام الشغلات العام الحكومية والقطاع الخاص الشركات الخاصة الآن القطاع العام والقطاع الخاص إذن هذا اللي هون اللي هو ايش يا أخواني اللي هو public sector اللي هو القطاع العام إذن مدارس الفضاء receive many things ستلقى العديد من الأشياء from private businesses من الشركات اللي هي الخاصة اكتب اثنين من هاي الأشياء الآن نكتب شغلتين من هاي الشغلات اللي بتتلقاهم تتلقى ايش بالبداية بالفقرة الأولى funding as well as support طب اكتبهم funding as well as support ولا funding and support ولا واحد funding اثنين support عادي as you wish يعني اللي بدك اياك كله صحيح إذن funding as well as support هذول الشغلتين اللي بتتلقاهم الان what does the expression tailor made mean tailor made معناه يا حضرات الله يسعد لي ياكم ويرضى لي عنكم يا رب اللي هو مصمم بطريقة ممتازة مفصل تفصيلي يعني tailor made اللي هي إلها معنايين الان من معنيها made made to fit هلأ في مكان معين ما بعرف في الجدول الأول كان كاتبها fix اللي هي fit fit made to fit exactly made to fit exactly الان tailor made made to fit exactly يعني مصنوع اللي يناسب بطريقة ممتازة made to fit exactly او اشي اسمه اللي هو custom made الان هاي اللي هو custom made made to fit exactly او custom made اذا يعني يعني كأنه بما معنى انه معمول بطريقة مفصلة للشخص اللي بدو اياه يعني اذا اللي هو ممتاز او مفصل تفصيل طب هل حيجيب لي انا اني انا اكتب معنى tailor made هذا احتمال الاضعف صراحة يعني الاصل يجيب لي اعطيني expression معنا made to fit exactly وانا باكتب له tailor made لكن عشان هي كاملتهم مختصرات الاشياء المختصرة عشان الله يضع عنكم يعني نتمكن من حفظهم على الضمائر مية بالمية مارين عليهم الان the article mentions المقال تذكر mentions يعني states بمعنى تذكر المقال يذكر او تذكر different benefits اللي هي فوائد مختلفة different benefits فوائد مختلفة of mastering معناها اتقان فوائد مختلفة لاتقان اذا تعطينا الان المقال فوائد مختلفة لاتقان science and technology subjects الان ايش نتائج 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 بمعنى اللي هي impacts نفس معنى impacts هون بمعنى اللي هي نتائج او results او consequences ما هي نتائج اتقان ما هي نتائج اتقان ايش احضلات اللي هي المواد هاي حكينا excellent grades in science and technology subjects will can open many doors and lead to a variety of career opportunities وين مكتوب هذا الكلام؟ في اخر القطعة اخر شيء اخر شيء طب اكتبهم عادي كاملة جملة كاملة excellent grades وبكمل للاخر عادل بدك اياه ولا بكتب opening many doors and leading to a variety of career opportunities البدكم اياه اهمش انهم يكتبوا بالاخر ويكونوا صح هذا البدنية ينكتبوا بالاخر ويكونوا صح الله يرضى لي عنكم يا رب طيب فكر في الارث اللي بتتركه الآن العالم ينتظر فيك الآن impatiently waiting for you ينتظر بفارغ الصبر هذا مصطلح معناه ينتظروا 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 بفارغ الايش بفارغ الصبر ينتظر بفارغ الصبر طيب يلا يا اهل الخير يلا الآن تتفضلوا هون الله يسعد لي اياكم يا رب الآن بحكي لنا education depends on التعليم education التعليم depends on يعتمد على depends on يعتمد على مرة عليكم في الوحدة الاولى زمان اشي اسمه rely on يعتمد على rely on يعتمد على rely on يعتمد على التعليم يعتمد على theoretical and practical learning اللي هو التعلم learning التعلم practical معناها اللي هو العملي theoretical معناها اللي هو النظري الآن نظري والعملي theoretical النظري والعملي but the practical لكن العملي is more useful مفيد اكثر العملي بيكون مفيد اكثر الآن فكر في هذه الزملة mentioning ذاكرا three benefits ثلاث فوائد of doing practical learning ل التعليم الايش practical practical معناها اللي هو العملي اعطيني الآن شغلات للتعلم اللي هو العملي practical learning التعليم العملي يعني اخواني الله يسعدكم يرضى عنكم يا رب الآن التعليم اذا بدنا نتعلم الآن لازم يكون شيء نظري وعملي الآن والله واحد بدي يروحي والله في فحص السواقة مثلا الآن بيدرس في كتاب بيدرس ونظري وفي اشي عملي فحص عملي الآن بنروح والله يرضى عنكم يا ربي بدي يطلع دكتور طبيب طبيب الآن هيدرس clinical stage مرحلة اليادة ومرحلة ما قبل اليادة الآن بتروحوا مثلا على الهندسات في مشاريع على المدارس هاي الآن نظري والعملي الآن أول شيء هل انت بشايف الجملة صح هاي انه التعليم يعتمد على العملي والنظري آه بس قبل ما نطلع في شالة ما حكيتها بدائق نفسيا بدائق هاي الكلمة but الآن قبلها ايش بيجي فاصلة الآن الها وظيفة كلمة but to however on the other hand اللي هي ايش وظيفتها opposition احكوا لي الكلمة الثانية شو هي opposition أو ايش يا حضرات contrast يا محترمين يا محترمات الله يسعد هالمساء وهالصباح يا رب وكل اوقاتكم اللي فيكم ما كان معي فصل اول احصل على ضروري اللي هي حفظيات الفصل الاول والفيديو اللي هي المانيول يعني الدوسية الصغيرة الهند اوت بالاضافة لا ايش للفيديو ضروري جدا اللي ما معه حفظيات الفصل الاول هاي حفظيات فصل الاول بس ما بقدرش ما نوقف عندها الانجليزي تراكمي الان كثير لازم نكرر ونعيد ديروا بالكم اذا اللي هي opposition أو contrast طيب هلا محترمين محترمات الان اه مضبوط والله التعليم هذا this is very true يعني هذا صحيح مية بالمية خليكم معي ثواني بدي احكي هذا صحيح كيف بحكيها هذا صحيح الان this is very true هذا صحيح او مثلا this is very correct او I agree with this مثلا the sentence انا اتوافق مع هذه الجملة او the sentence is very correct is very touching او والله هذا كله صحيح مية بالمية الان education education التعليم education التعليم is based on is based on يعني معتمد على both معتمد على كليهما الان both اللي هو theoretical theoretical and ايش طبعا تكتبوا and اكيد and practical اذا معتمد على الان هذا وهذا نعم معتمد عليه الان meaning that شوفوا meaning that قبل شوي صلحت موضوع انشاء كاتب طالب او طالب ما ما معرف meaning انبسطت كثير انه في مصطلحات من البحكية هات تستخدم في المواضيع والله العظيم انبسطت ما صالوا قبل نص ساعة هذا قبل ما ابلش تصور الان meaning that وهذا يعتمد على meaning that وهذا يعتمد على عفوا وهذا يعني وهذا يعني وهذا يعني الان meaning that they are interrelated وهذا يعني they are interrelated وهذا يعني انهم ايش يا حضرات انهم متداخلات متداخلات أو they complete one another they complete one another الآن خلينا نحكي عند المجيء للتحدث when it comes عند المجيء الآن to عند المجيء عند المجيء عند المجيء to the practical عند المجيء to the practical الآن لما نيجي نحكي عن practical side عن الجانب العملي الآن فاصلة it is more useful it is more بدل بديش useful السؤال بدي fruitful طب هاي كلمات اللي بيحفظ كلمات بكتب الآن إذن it is more fruitful والله مثمن كثير ليش الآن buy الآن buy it من خلاله من خلال اللي هو practical الآن when الشخص can know بإمكانه يعرف الآن the weak points أو the weaknesses أي معناها weaknesses على ما أذكر أني كتبتها قبل المرة اللي هي نقاط الضعف بإمكانه اللي هو يشوف نقاط الضعف weaknesses and try and try to إيش يا أخواني الآن اللي هو and try to solve ويحاول إنه solve them إنه يعني أو transcend them الآن ممكن نحكي addition when can understand the lesson more الآن in addition بالإضافة إلى ذلك هاي النقطة الآن in addition in addition الآن when can understand الشخص بإمكانه يفهم understand الآن the lesson بإمكانه يفهم الدرس اللي هو إيش يا أخواني اللي هو more نراي ترتيب الجملة في الإنجليزي اللي يرضى علي عنكم يارب الآن وصراحة أطول من الوصيل المطلوب بس إنه يعني كلمات أتوقع فيها كلمات جداً ممتازة و مستوى ها عالي جداً اللي يرضى عنكم الطالب اللي ما كان معي طبعاً توقفوا ل الفيديو توقيتوه ي��고 الله يرضى عنكم الطالب اللي ما كان معي الفصل الماضي الآن ما حضر إشه اسمه تفكير ناقد واقتراح لازم تحضر الفيديو لازم تحضر الفيديو لازم تحضر الفيديو وتبلش تكتب وتبعثلي وبنصلح وبنعدل وبنزبط وطول ما احنا عايشين فيه أخطاء بنا نعدلها لا خير فيه كثير من أجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طول من تعايش فيه أخطاء والله يا أخواني يا أخواتي لو صحيت الصباح وحكيت يا الله والله أني ممتاز ومبسوط طبعا الحمد لله رب العالمين أكيد لا تدخلوا الموضوع ببعض يعني خلاص أنا هيك وصلت التوب في كل شيء اعرفوا إنها هاي بداية الانهيار هيك رح يكون نازل لتحت فديروا بالكم انتبهوا كل يوم جديد فيه فرصة عندك للتغيير للأفضل لا تحكي لي أن الأفضل دير بالك انتبه فيه أخطاء على المستوى الأكل وعلى مستوى الشرب على مستوى اللبس على مستوى المشي على مستوى الحكي على مستوى التعامل مع الناس التعامل مع الأهل التعامل مع مستوى صحابك مستوى صاحباتك فيه أخطاء لازم الإنسان يظل يعدل 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 لمتى؟ لآخر نفس في حياة to the last breath للنفس الأخير أكتبوا المصطلح عندكم إذا ما بنعرفوا to the last الآن breath معناها للنفس الأخير للنفس الأخير الآن breath معناها نفس ويتنفس اللي هو breathe لاحظوا الكتابة تختلف واللفظ يختلف breathe وهي breath breath معناها نفس breathe هاي فعل معناها يا تنفس يا تنفس فعل الله يسعد هالمساء ويرضى عنكم يا رب هذا مهم جدا والله لازم ما أحلو لازم أنت تحلوه هذا اللي هون مهم هذا مهم مش غلط وقف الفيديو تحاول الآن بعد ما أشرح لك إياه يعني شو بحكي الآن تحاولوا أنت تحلوه عشان ما تتأثر فيه جواب كثير يعني live as if you were to die tomorrow يعني عيش وكأنك ستموت غدا بعيد الشرع عن أعماركم الله يعطيكم الصحة والعمر والبركة وفي وقتكم يا رب إن شاء الله تعالى والصلاح دائما إذن عيش وكأنك ستموت غدا يعني الإنسان عيش حياتك وكأنك بكرة ستموت و learn تعلم وكأنك ستعيش أبدا إذن شوفوا كيف ما أقوى هذا قوي جدا قوي جدا قوي جدا قوي جدا جدا إذن اكتبوا مرة ثانية live as if you were to die tomorrow عيش وكأنك ستموت غدا الآن و learn as if وتعلم وكأنك الآن ستعيش أبدا طيب يلا معكم ثانيتين تفكروا يلا يا أهل الخير يلا الآن الآن إذن live as if you were to die tomorrow learn as if you were to live forever وكأنك ستعيشوا اللواعي بذلك ما أعرف ملاحظين في علاقة قوية نعيش وكأنك الآن رح تموت بكرة بعد الشارع عنكم الآن تعلم 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 كأنك هتعيش أطول الحياة يخي بيبين أهمية إيش هاي أهمية إيش أهمية التعلم الآن هذا الكوتايشن شو رأيكم فيه صح ولا لا this quotation is very correct هذا الكوتايشن مليار بالمية صح الآن this quotation هذا الآن I do agree I strongly agree I go in line with الآن I go in line with أنا أتوافق مع الآن this quotation مع هذا الإيش يا أخواني اللي هو الاقتباس هذا الكوتايشن الآن مليار بالمية صحيح أو this quotation is very correct مية بالمية صحيح الآن ما في شك طيب الآن حضرات الله يرضى لي عنكم يا رب الآن this quotation أو اللي هو it shows إنه يبين it shows إنه يبين the strong the strong link the strong link إنه يبين العلاقة القوية between بين بين it إذن shows the strong link العلاقة القوية بين إيش وإيش بين اللي هو بين living اللي هو الحياة يعني بين living and learning and learning الآن ما بين اللي هو العيش وما بين اللي هو التعلم الآن ممكن نحكي له الآن التعلم هو جوهر الحياة الآن كيف بسيق جملة زي هيك حفظوها جملة زي هيك الآن الطب هو جوهر الحياة المي هي جوهر الحياة كذا هو جوهر الحياة عدم سماع سماع صوت خالد هو جوهر عدم سماع مش على سماع عدم سماع الآن هون يا محترمين الآن learning هاي اللي هو التعلم is the core of life هو جوهر core of life nerve of life هو جوهر الحياة هو جوهر التعلم الآن by learning by learning من خلال التعلم شوف كيف هيك جمل معينة بسيطة بس إلها معاني قوية من خلال التعلم الآن الإنسان يعرف معنى الحياة ومقتضى الحياة الله الله مقتضى إذن الإنسان يعرف مقتضى الحياة معنى الحياة إيش الفلسفة بالحياة طبعا الفلسفة ومش بالمعنى السلبي إيش الفلسفة من وجودك إنت تماما إذن by learning الآن one can know الشخص بيعرف اللي هو من خلال التعلم الآن the meaning of life اللي هو معنى إيش يا حضرات معنى the meaning of life and its value وقيمتها and its value اللي هي قيمتها الآن من خلال التعلم الآن الإنسان لازم ينجز الآن تعلم اللي هو من خلال اللي هو الإنجازات أنا كل ما أتعلم أكثر كل ما الآن بيصير أنجز أكثر كل ما بيصير اللي هو بيصير أهدافي أسمى المفروض الله يرضى عنكم يا رب إذن by learning من خلال التعلم one can know the meaning of life واحد الشخص بإمكانه يعرف اللي هو معنى الحياة and its value وقيمة الحياة إذن هون we should الآن معنى هذا الكلام meaning that وهذا يعني meaning that وهذا يعني meaning that أن we should we should keep learning هاي دائما بنصحها لطلابي الآن في نهايات الفصول أن to keep learning أنك تظل تتعلم we should keep learning to the last breath لازم نظل نتعلم لإيش يا أخواني اللي هو للنفس الأشياء حضرات للنفس الأخير إذن هاي اللي هو إجابة الكوتيشن هلا بإمكانكم تجوابوا جواب completely different تماما مختلف عن my answer إجابتي بالنهاية at the end of the day they are all suggested answers كلهم إجابات شو ما لهم هذول اللي هما suggested بمعنى إجابات مقترحة أو سلامة أعماركم يلا يا أهل الخير الآن يلا ننطلق وبقوة الآن للأسئلة اللي تحت نشوف شو بدنا منها أشياء معينة write down the full sentence الجملة كاملة يعني اللي هي to quote the sentence أن تقتبس الجملة التي تعرف studio schools أول جملة نعرفها خلص إنسى لا تجاوب أكتب الجملة اللي بتبينه studio schools specify تتخصص يعني in one specific field حكينا هذا خلص اللي هي تتخصص في جانب understanding that the same broad range of skills and qualifications ما لهم should be made الآن لازم يكونوا اللي هما available للyoung people الآن what do studio schools motivate young people for الآن إيش بتحمسهم هاي المدارس إنهم يعني يتخصصوا في جانب معين بتحمسهم إنهم يبدعون ويجيبوا علامات عالية إنهم ممكن يصيروا الآن رواد فضاء مع أكثر من شغلة أوكي الآن شو الجانب بالدرجة الأولى اللي بتتخصص فيه اللي هو space نقتبس الجملة اللي بتبين إنه studio schools receive young people الآن from different ages 14 إلى 18 بس بدي الجملة كاملة إيش the way of teaching اللي هي system of teaching معروف السؤال اللي هو lessons are mixture of خلاص العرف ما في داية ترجاله حرام ترجاله الآن how do studio schools give lessons كيف بتعطي اللي هي الدروس الدروس هي عبارة عن خليط ما بين كذا وكذا الآن what are the subjects in which students want to achieve good grades لازم يجيبوا علامات عالية في امتحاناتهم العلوم والرياضيات والوشياء هاي سؤال رقم 16 الله يرضى لي عنكم يا رب هذا مهم سؤال 16 الآن who brought guest lecturers as prominent scientists and engineers مين اللي بيجيب ال guest lecturers اللي هي مدارس الفضاء أكيد هاي الآن سؤال رقم 16 مدارس الفضاء سؤال 16 studio schools طيب الآن سؤال رقم 17 why are scientists and engineers هذا مهم هذا ليش الآن العلماء والإنجينيرز المهندسين brought ليش يتم جلبهم ليش عشان يعطوا اللي هو حصص يعني ما يجوا عشان يسولفوا والله الآن 17 إذن هذول in order هو 18 for the students to achieve الآن grades in their maths and science exams يعني المقصود اللي هي to give عشان يعطوا للطلاب ويجيبوا علامات الآن إذن هون اضيفوا لها هاي اللي هي to give أيش to give classes إنهم يعطوا أيش يا حضرات يعطوا اللي هي to give lessons إنهم يدرسوا يعني to teach يعني to teach مين الطلاب عشان يجيبوا علامات عليها يجيبوني مؤساة نخب عشان يعطوهم علامات يجيبوا علامات عالية جدا طيب الآن السؤال اللي بعده جدا مهم هذا الآن تشرف على المشاريع تشرف على المشاريع الآن how are prominent scientists and engineers involved الآن كيف هذول الناس هذول اللي هم to give lessons إنهم يجي يعطوا اللي حكي أنا قبل شوي عشان الطلاب يجيبوا اللي هم علامات عالية جدا as guest lecturers بيجوا هذول اللي هم guest lecturers محاضرين يعني نفس هالي عشان يعطوا حصص الآن للطلاب ويجيبوا علامات عالية جدا طيب this school هذا سؤال ممكن تعتبروا تفكير ناقد إذا حابين وتبعثوا الأيام نعيون اتنتين بتشضر الآن هل بتفضل تدخل في مدرسة زي هيك ولا ما بتفضل الآن يعني يعني أزيو وش صراحة زي ما بدكم يعني ممكن آه والله بدي أنا أحب أدخل مدرسة because it teaches so many subjects in different and non conventional ways وبطراء إقمالها غير اعتيادية بالنهاية طبعا الله يرضى لي عنكم يا رب you pick and choose land your answer and your way of thinking طريقة تفكيرك فيها طيب يا أهل الخير الله يرضى لي عنكم يا رب هذول اللي هم الإجابات احنا جوابناهم قبل شوي بس إذا حابين تجاوبوهم تشوفوهم يعني ممكن تستفيدوا منهم شيء معين ما بعرف الله يرضى لي عنكم يا رب طيب هل احنا هنلتقل بعدها للقطعة اللي بعدها ان شاء الله بتيسير رب العالمين ربي يكرمكم يعطيكم صحة والعافية وجودكم جبار ومبارك ان شاء الله سررت في لقائكم وأرجو من الله عنكم سررته كمان في لقائي هاي اللي ما بحطه بدمتي ما بعرف I doubt يعني شو معنا I doubt أشك كتبه 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 هاي الكلمة اللي هي doubt I doubt معناها أشك I doubt طبعا والله العظيم مش الهدف انه هذا بس الكلمة مهمة يعني طب بدي أحكي بدون شك بلا شك بلا شك without doubt الله الله هاي تسخدمها بموضوع إن شاء الله أكبر الآن without doubt طبعا be is silent البي لا تلفظ without doubt معناها بلا شك تمام ياه للخير تمام طلاب المحترمين سررت في لقائكم وانتوا نفس الجملة كان هنا عادة الله يعطيكم صحة والعافية نلفق إن شاء الله سلام عليكم ورحمة ربي وبركاتي أرضيك من ألقاء في أردك اشتركوا في القناة